السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال هذه الفيديو سننطلق في الشبط الرقم الثنين بعنوان variables and primitive data types وسنرى ما معنى variable ما معنى primitive data type how to declare and how to initialize a variable and how to use variables with the operators تعريف للvariable variable represents a location in memory where data value can be stored الvariable يعني متغير ويتمثل في موقع في الذاكرة حيث سيقع تخزين معلومة each variable has data type according to the type of the information that will be stored into the computer يعني كل متغير سيكون له data type نوع حسب نوعية المعلومة التي حيقع تخزينها يمكن تكون المعلومة حرف يمكن تكون المعلومة عدد يمكن تكون المعلومة كلمة إلى غير ذلك ويتمثل الـ data type في كلمة معرفة في C++ مثلا لو كان الـ information هو عدد نريد أن نخزينه في الكمبيوتر سنستعمل كلمة إنت لنقول أن المتغير هو عدد طبيعي هناك العديد من الـ data types من بينهم البول للـ Boolean عندما تكون المعلومة تساوي أما true or false صحيح أم خطأ نستعمل هذا النوع من الـ variables لو كانت المعلومة حرف سنستعمل char عشان نقول أن المتغير هو حرف لو كان عدد سنستعمل int لو كان عدد real سنستعمل float أو double إذن العدد الكسرية أو العشرية يمكن نستعمل إما float أو double كل نوع من الـ data type سيستهلك من الذاكرة one bit للـ boolean لأنه سيكون إما يساوي 0 أو 1 بالنسبة للحروف ستستهلك 16 bits من الميموري الـ int سيكون عندي 32 bits الفلوت 32 bits وبالنسبة للـ double 64 bits إذن الـ double سيمكننا من تخزين معلومات أكبر من الفلوت عندما يكون عندي عدد كبير سأستعمل double وليس float إذن هنا في هذا العامود عندي القيمة اللي يمكن يخذها أي متغير نوعه boolean بالنسبة للحروف بالنسبة للـ int أعداد تتراوح من هذا الرقم إلى هذا الرقم الفلوت من هذا الرقم إلى هذا الرقم وبالنسبة للـ double أصغر رقم سيكون هذا سالب هذا الرقم وأكبر الرقم سيكون هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر